المحكمة تقول كلمتها بحق الشيخ عمر أبو عمار قضت المحكمة الابتدائية بإنزقان اليوم الاثنين عشرين مايي الفين واربع عشرين بإدانة الشيخ أبي عمار بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرام مالي قدر عشرة ألف درهم وذلك بتهم من كيفت المحكمة على أنها تشهير وقدف في حق صحفية وفنان أمازيغي وجاء الحكم استنادا إلى شكايتين تقدم بهما كل من فنان أمازيغي يدعى أحمد أطالب المزودي والصحفية فرح البازل عاملة بإداعة ميد راديو التابعة للمجموعة الإعلامية للشرعي جلوبال ميديا هولدينغ هذا وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزقان متابعة الداعية السوسية الشهير في حالة صراح بعد أداء كفالة قدرها خمسة ألف درهم تجدر الإشارة إلى أن الشيخ أبو عمار تعرض خلال الأشهر الأخيرة لحملة تحريض خطيرة قادتها مجموعة من المنابر التي لم تستنكف أن تصفه بالمتطرف والمتخلف والرجعي والداعشي كما لقبه منبر الشرعي بأبي لهب وأبي جهل الأحداث المغربية وعلى الرغم من هذا التحريض الخطير والتكفير الصريح لم يقاضي الشيخ أبو عمار أي منبر ولم يتقدم بشكاية ضد أي طرف بل على العكس شدد في حوار له سابق مع هوية برس على أنه يكن الاحترام للجميع بمن فيهم اليومية التي ذكرت وأضاف في ذات الحوار هذه المنابر يجب عليها أن لا تناقض أصولها وتقبل بالرأي الآخر مهما كان مؤلما ومزعجا لها وبهذا يتبين بجلاء للرأي العام من يحترم حرية التعبير ومن يسعى لتكميم أفواه المخالفين وحتى إن أدين الشيخ أبو عمار في حالة صراح فقد انتصر على منتقديه وعلى كل من يرفع شعارات جوفاء لا أسس لها من الصحة يذكر أن حملة تضامن واسعة تحت وسم كلنا أبو عمار أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي دعما للشيخ السوسي مباشرة بعد نشر خبر تقديم شكاية ضده